تيسير أمورك في الحياة صلاح حالك صلاح زوجتك صلاح ذريتك صلاح دنياك كلها هذا من التيسير وهذا لا يقوم لا يعمله إلا الله جل جلاله لكن متى إذا أنت فعلا تستحق ذلك وأقبلت وأعطيت من عمرك ولذلك الله سبحانه تعالى قادر أن يعطينا بلا طلب لكن لأنه يريد مننا أن نطلبه ليعطينا قال يا عبادي كلكم ظال إلا من هديته فاستهدوني يعني اطلبوا الهداية أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم إذن الله عز وجل يحب أنك تطلبه يحب أنك تنكسر بين يديه يحب أنه يرى نعمته عليك ظاهرة ولذلك اعطي من نفسك العطاء لا يشترط أن يكون المال العطاء قد يكون يعني أي صورة من صور الخير الصلح بين الناس هذا خير بدل النصيحة هذا خير الكلمة الطيبة التي تلقيها للناس هذا خير سلة الأرحام هذا خير سنائع المعروف لا حد لها المهم أن تكون شخصا معطي لماذا؟ لأنه كل صباح هناك ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا لن نستطيع أن نستلذ بهذا الحديث إذا حصرنا العطاء بالصدقة والمال لا العطاء واسع باب كبير ولذلك تميز أنت أن تكون مفتاحا لكل خير خل الناس إذا شافت استبشرت فيك يعلمون أنك أنت خير يمشي على الأرض يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير العكس فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ما أجمل صنائع المعروف وفعل المعروف اليوم أريد أن أعطيكم قصة حدثت في عهد سليمان بن عبد الملك هذه القصة تعطينا حقيقة روعة وجمال العطاء كان هناك رجل اسمه خزيمة بن بشر وهذا كان من التجار والكرام انكسر خزيمة وتعرض بعد العز إلى الذن وبعد المال إلى الخسارة وكان يحكم بلدتهم رجل اسمه عكرمها الفياض عكرمها الفياض سأل عن خزيمة قال أين خزيمة فقدناه في مجالسنا فقالوا إنه قد انكسر وأصبح مديونا فقيرا محتاجا وقفل بابه عن مقابلة الناس فلما كان من الليل كان عكرم فيه طبيعة جميلا أنه يذهب في الليل في الخفاء يفرج كرة بالناس يفعل الخير يبدل الخير يسعى في حوائج الناس فأخذ صرة فيها أربعة آلاف دينار وهذا مبلغ ضخم جدا في ذلك الوقت وذهب إلى خزيمة في آخر الليل وطرق الباب عليه كان ظلم ما في أنوار ولا شيء فلما فتح وإذا بذلك الرجل الذي قد تلثم فقال من أنت؟ قال ما أتيتك في هذه الساعة وأنا أريدك أن تعرفني خذ وفرج كربة قال والله لا أخذ منك شيئا حتى تقول لمن أنت؟ قال أنا جابر عثرات الكرام أنا جابر عثرات الكرام أخذ منه المال ولما فتح المال وإذا بالمال وفيه سددت ديونة التي عليه وبدأ حياته من جديد وصلحت حال خزيمة فذهب ليزور الخليفة سليمار بن عبد المريك فقال له الخليفة تأخرت علينا فقدناك فقال نعم إني قد كنت في عز ثم انكسرت ثم ساق الله لي رجل وأعطاني من المال ما أغناني قال من هو؟ قال والله لا أعرف لكن له اسمه جابر عثرات الكرام فقال له الخليفة يا خزيمة إني أريد أن أوليك على بلدتك أريد أن أوليك على البلدة وأعزلوا عكرمة وأضعوا كما كان طبعا هذا خزيمة لا يعرف أن عكرمة هذا هو جابر عثرات الكرام فذهب خزيمة ينفذ أمر الخليفة وأول ما قام به أن جرد الخزينة بيت المال فوجد أن هناك نقص في الأموال كان عكرمة يأخذ المال ثم إذا جاء مال آخر يسدد وهكذا فلما سأله عن المال الناقص قال والله إني أنفقته في الخير وسيعود قال إذن تسجن فسجنه وحبسه ومنع عنه الناس قال إذا سددت المبلغ الذي عليك نخرجك من السجن وتمر الأيام يوم يومان سبوع سبعين شهر وهو في سجنه قابع الكريم ثم تأتي زوجة عكرمة إلى خزيمة الحاكم تطلب الشفاعة في زوجها فيرفض الشفاعة ويقول أبدا ولا يخرج حتى يسدد فأتت وهمست بإذنه قالت حتى ولو علمت أنه هو جابر عثرات الكرام فاهتز خزيمة قال هذا جابر عثرات الكرام قالت لا ولكنه كتم الأمر لا يريد الفضيحة ويريد أن يعمل عمل بينه وبين الله فقام من لحظته ونزل إلى السجن وفك القيود وقيد نفسه خزيمة وقال والله لا أفك قيدي إلا عند سليمان بن عبد الملك وأخذ عكرمة وذهب به إلى سليمان وقال يا خليفة المسلمين هذا ما فعلته مع عكرمة وهذا ما فعله معي عكرمة فأكرمهما الخليفة الشاهد من هذه القصة ما هو انظر إلى الإكرام وماذا يفعل بصاحبه كونوا كلكم جابر عثرات الكرام من مانع يا أخي من مانع أن تكون ذلك الكريم النبي صلى الله عليه وسلم شبهك أيها المؤمن من الشجر بالنخلة لأنها كلها خير وشبهك من الدواب والطيور بالنحلة التي لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا وإذا وقعت على شيء لا تكسر هل أنت كذلك هل أنت فعلا ممن قال فيهم الشافعي وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات لا تمنع النهاد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات وحمد ربك إن الله جعل الناس تأتيك ما تأتهم أنت تطرق أبوابهم قد مات أقوام وما ماتت مكارمهم وعاش أقوام وهم في الناس أمواته والله في ناس يولد ويموت ما عرفه حتى جاره ما في خير يفعه لنفسه وهناك من الناس فقير لا يملك من الدنيا شيء ومع ذلك فتحت بيوت بسببه وسددت ديون بسببه وفرجت كرب بسببه وأينما حلفه بركة كن كذلك كن كذلك لا تحرم نفسك الخير هناك صور كثيرة يا أخي من نشر الخير يا أخي مثلا الذي يدعو الناس ويعلم الناس الخير المعلم الذي لا يقتصر في مدرسته على أن يكون معلم يؤدي المنهج بالعبس تجده يضحك مع هذا ويربي هذا ويؤدم هذا ويعلم هذا خاصة مع الضعيف والمسكين الطبيب الذي لا يمارس وظيفته كتجارة بل يمارسها كرحمة يرحم بها المريض التاجر الذي سعادته فيما يذهب تعادل سعادته فيما يأتي إليه دائما يفرج كرب الناس ويسعى في حوائجهم وسيط الخير لا خير في كثير من نجواه من من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كن كذلك والله لا تعدم الخير فيك من الخير الشيء الكثير لكن عندما تقصر العطاء على المال ستتعب كلمة طيبة من قد تصلح أحوال ناس كثير تبسبك أخي ابتسامتك هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم كله لماذا تحرب نفسك منها بعض الناس أعوذوا بالله تقول ضبط ما يعرف يتبسل في وجه أحد أبد وبعض الناس ما شاء الله تشوفه ينشرح خاطر كله هذا الذي ينشرح خاطر كله هو الباذل بذل من روحه وبذل من نفسه أنا أقول باختصار يا أخواني هل أنت بصراحة ممن يفرح الناس برؤيتهم أو أنت ممن ينفر الناس ومنه أنت عرف بنفسك هل أنت ممن إذا جيف قالوا يا هلا وكل الناس تفز فيك ليه من سماحة نفسك وطيب روحك وخدمتك وحشمتك وتفعل الخير ولا أنت من الناس اللي يعوذوا بالله إذا رأاه الناس صدوا الناس عنه كم من شخص تقاعد من وظيفته فمات في همه وما عرفه أحد وكم من شخص تقاعد من وظيفته وزاد حب الناس له لماذا؟ لأنه كان مفتاح للخير وكان إنسان يسعى في حواج الناس احذر يا أخي الحبيب أن تكون ذلك الشخص الأناني الذي لا يحب إلا نفسه ولا يهمه أي شيء حوله ولا يفكر إلا بنفسه فقط عوذ بالله ما هذه الحياة؟ ما هذه الحياة؟ يا أخي الشمس هذه منذ أن خلقها الله وهي تبث النور للناس ما احترقت ما زالت قائمة النهر هذا الذي يمشي بين يديك والبحر يخرج كل نعمه لك ما يأكلها هذه الحياة الشجرة تعطيك ثمارها ما تأكلها الحياة مبنية على العطاة فكن كذلك كن كذلك لا تكن ذلك الناشف الأناني الذي أعوذ بالله يعيش جامد لا فائدة منه أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من النافعين وأن يجعلنا من المباركين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه